ملامح الحاسد وكيفية تخلص من الحسد عن طريق علم الفراسة وهو علم تحليل شخصيات عن طريق ملامح الوجه شكل الجسم الطول وكل ذلك سبب عملي لهذا الفيديو هو أنني رأيت أحد الأشخاص من الجيران يعني قام بفعل غريب جدا يعني أحد الجيران اشترى سيارة جديدة فهو قام بعمل عطل فيها فقط لأنه يحسد وليس بينه وبين هذا الجر أي دغاء فقط هكذا فأنا استغربت من هذا الموقف وقلت سوف أعمل حلقة لأن الموضوع خطير جدا ليس لكي نريكم فقط ملامح الحسد بل كذلك لكي تتخلص من الحسد فأغلبنا معرض لكي نحسن الناس ولكن يجب أن تحارب نفسك حتى تتخلص مناتي الخصلة الغبية جدا فتابع معي أول شيء أن تكون الحواجب متقاربة فهذا الشخص يكون لديه حساسية مرتفعة يعني قد يأخذ نجاحك على محمل شخصي خصوصا إذا كان شعر بين الحواجب سوف نأتي له يعني قد يراك ناجح فيأخذ نجاحك على محمل شخصي هذه آتي أول سمة ندب إلى باقي السمات ثاني سمة وآتي السمة ضروري أن تحذر منها إحذر 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 ليس من هذا الشخص يعني هو مسكين يقارن سوف تجدها يعني عند العديد من اللاعبين تجد أن وهي عيون طاوس أن الجفن العلوي أو السفلي أطول من الجفن العلوي تجد أحد الجفنين أطول من الثاني سوف نريكم كل جفن لكي نحدد هذا هو الجفن العلوي نهايته تقريبا هنا وهذا هو الجفن السفلي من هو أطول؟ أكيد الأزرق فهتي عيون الطاوس وليس الروموش يعني الجفن الجفن يعني الجفن كما ترون ينتهي هنا وليس هتي الروموش إذا كانت الروموش طويلة قد تظهر لك أنها عيون طاوس لكن ركز في الجفن الذي بجانب الروموش فهذا الشخص يقارن بينه وبين الناس أول نصيحة لك كي تتخلص من الحسد لا تقارن بينك وبين أي أحد نهائيا 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 في جميع الحالات المقارنة يعني أسوأ صيفة دائما تقفي نفسك وقل يعني أنا شخص مثلا شخص أسطوري جدا مثلا أنا شخص مميز جدا لكن لكن ركز جيدا لكن لست مميز على ظهر أحد يعني على حساب هذا الشخص يعني هذا الشخص ضعيف أنا مميز وتقارن نفسك به وتحس به فرحة كذا احذر من هذا الشيء بالذات أنا مميز لكن الناس يعني لا أقارن نفسي بأي أحد لا أفضل مني ولا أقل مني يعني إذا كنت تقارن فسوف ترى يعني سوف تجد نعم ناس أقل منك سوف يعني تقارن بينك وبينهم ثم تجد واحد أفضل منك بمائة ألف مرة فماذا سوف تقارن فعني المقارنة أسوأ شيء يمكن أن تقع فيه ودائما أنت أصلا دائما تركز في إيجابية الناس وتقارنها مع سلبياتك فدائما سوف يكون الموضوع يعني دائما سوف تكون مقارنة ضدك مليار في المئة فحاول أن تتخلص من أي نوع من المقارنة تخلص منها من حياتك نعم أنا متفوق لكن ليس على حساب أحد لست أحسن من هذا وهذا أفضل مني ولا تقارن إطلاقا هذا أول سبيل للتخلص منها الحسد لنرى شخص آخر أو ملمح آخر نعم لنرى هنا العيون المتقاربة طبعا يعني العيون المتقاربة يعني هذه المسافة إذا مسكنا عين طبعا يعني يعني ربما ترسم الحواجب هنا متقاربة حتى تظهر أن العيون متباعدة قليلا لأن العيون متقاربة فهذه تقنية في الماكياج على العموم إذا كان يعني العين إذا قمت يعني بقطع هذه العين ووضعها هنا في الوسط قطعها بالفوتوشوب وليس في الواقع ووضعها هنا في الوسط سوف تجد أنها يعني أطول من هذه المسافة فهذا الشخص يركز في المشاكل ويركز يعني إذا حدثت له مشكلة يعني سوف يركز فيها جدا فكذلك هذا الشخص يعني لا يتجاوز المشاكل بسهولة فكذلك هذا الشخص يمكن أن يحسن لكن يجب ربطه عليه وحده لي وحده لا تكفي نرى شكل آخر هنا هذا يعني أتينا اليوم بممثلين مشاعر فإعذرونا يعني كذلك يعني الحاجب إذا كان عريض وكتيف هذا الشخص يركز في التفاصيل وإذا كان يعني مستقيم فكذلك قد يحسد من الأسفر كذلك يعني هذا الشخص قد يحسد لكن فقط ندعم بها لوحده لا تكفي إطلاقا نرى الشكل الآخر نعم هذه العين العيون الغائرة ركز معي العيون الغائرة يعني هنا واضح جدا أنها غائرة يعني تدخل إلى وسط الرأس كما ترون العيون الغائرة حتى يظهر سواد من كثرة غوارانيا فهذا الشخص يعني يأخذ الأمور بمحمل جدية خصوصا إذا كان شعر بين الحواجب إذا كان شعر بين الحواجب وعيون غائرة فهذا الشخص يأخذ نجاحك على محمل جدية وعلى نفسه هو تحديدا فهذه مصيبة يعني أن تأخذ نجاح الآخرين على محمل شخصي وبكل جدية يعني هذا الشخص إذا يعني خصوصا إذا كان لدي تركيز في تفاصلك إذا لاحظ هذا الشخص فسوف يأخذه بكل جدية يعني يراك بجدية يعني عماد لديهاتي وإذا كانت مع صفات المقارنة يعني هنا تكون مصائب يقارن بينك وبينه ويأخذ الأمور بجدية وحساس فهنا سوف يعني نجاحك فقط سوف يحسسه بالإهانة إذا مثلا السيقظ في أحد يعني في صباح معين وسامع عنك بنجاحك ربما هذا فقط يحسسه بالإهانة ويريد مثلا زوالاته النعمة منك طبعا يعني لا أريد أن أتي بصورة مجموعة فيها الملامح دائما نقول لكم رابط حتى يعني لا تأتي بشخص وهذا حاسد هذا حاسد فهذا غير جيد إطلاقا فخذ بنسب هكذا فممكن أن يحسدك مثلا شخص صاحب عيون غائرة بشكل واضح فكما قلنا نأتي إلى ملمح آخر يعني نسيت في ماذا كنت أتكلم أصلا على العمور يعني حاول يعني دائما لا تقارن نفسك بأحد على العمور حتى يعني تتخلص من الحاسد نأتي إلى هذا الملمح هذا الملمح الشعر بين الحواجب سواء كتيف أو شعر يوجد شعر بين الحواجب وفي الغالب إذا كان شعر بين الحواجب تكون الحواجب أصلا متقاربة يعني بشكل واضح أصلا شعر بين الحواجب أو شعر كتيف بين الحواجب كذلك هذا شخص حساس ويحس بالإهانة بسهولة ونجاحك قد يحسس بالإهانة قد ليس شعر نعتبر مثلا لديه فكرة معينة أنا يعني كان لدي شعر بين الحواجب ماذا فعلت قمت بإزالتي يعني أنا أعرف يعني الشيوخ كما أعرف أنا على العموم أن الشعر الذي بين الحواجب يجوز أن تزيله فسوف نريكم هذا الشعر على ما أعرف يجوز أن تزيله وتأكدوا من الشيوخ إسألوهم طبعا لكن يعني لا تدخل في الحاجب قم بإزالة هذا الشعر قم بإزالة هذا الشعر حتى دائما كل ما ينهض هذا الشعر قم بإزالتي حتى يعني تتخلص هو يعني كأنه لديك عقد نفسية وأنا كان لدي هذا الشعر وأزيله وكذلك طورت أفكارها كذا فتخلص من موضوع يعني تخلص من موضوع كذا أفكار متصلة ويعني تربط نفسك بالآخرين وتحسي الإهانة بسهولة كل هذه الأشياء يعني تتخلص منها فقط إذا أزلت هذا الشعر الذي بين الحواجب وغيرت أفكارك قليلا ويعني لا تصغر عقلك يعني مثلا تفكر يعني نجاح هذا الشخص يعني سوف أعطيكم نقطة هكذا أحد الأشخاص أو الحاسد هناك نوع من الحاسد يرى أنه توجد نسبة 100% نسبة 100% نعم وهو يأخذ مثلا 20% وأنت ناجح أنت 80% يعني هو يرى كل ما نقصت أنت نسبة فهو سوف يزيد يعني هو رابط نفسك به رابط نفسه بك يعني مثلا أنت هو كان نجاحك 80% ثم أصبح 70% فهو يحس أنه ارتفع 10% يعني كل ما ارتفعت أنت هو نزل بالنسبة إلى تفكير وهكذا وكل ما أنت نزلت هو ارتفع فتخلص نهائيا من هذا الوضع لا تربط نفسك بأي أحد أنا أسطوري متى أنا أسطوري لكن الآخر لا يهمني يعني ليس هذا أفضل مني وهذا أنا أفضل منه لا تفكر بهذا التفكير إطلاقا يعني هو في الأخير يدور يدور يرتبط بالمقارنة وتركيز في الناس ونسيان نفسك يعني دائما ركز ركز في الأفكار وليس في الأشخاص وكذلك ركز في نفسك وليس في الأشخاص أصلا فيعني بكل بساطة يعني نأتي إلى هنا هركز معي الشفة السفلة عفوا الشفة السفلة على العموم يعني الشفة السفلة متقدمة عن العليا فهذا الشخص يحس بظلم المجتمع معه الفم يعني تقريبا مقلوب فهذا الشخص يعني غير مقبل على الحياة كذلك هذا الشخص متشائم دائما يرى أسوأ شيء فكذلك هذا الشخص يمكن أن يحسدك فقط لأنك يعني فرحان يعني يراك سعيدة كذلك يمكن أن يحسدك لكن يعني نراعي العمر يعني شخص كبير أكيد يعني لا تأتي أمامه أو شخص ترى مثل حزين وتأتي وتفرح أمامه فهنا يعني يجب كذلك يعني أن تكون أنت يعني تقدر تحترم نفسك قليلا نرى هنا يعني كذلك هنا يعني التنافسية هنا عالية يعني كل بروز يعني معظم هنا ينتهي الرأس في هذا الجزء يعني في هذا الجزء ولكن إذا كان بروز هنا في الرأس كما ترون هذا يدل على تنافسية عالية كذلك هذا الشخص إذا شمعت معه الملامح الأولى فهذا الشخص لا يحب أي أحد أن يكون أفضل منه فهذا نوع من التنافسية إذا شمعت مع سمات الحاسب لكن يعني هذا الشخص لا يأخذ الأمور نهائيا على محمل شخصي إطلاق يعني الحواجب متباعدة حتى جدا حتى تدخل على منطقة على العموم نأتي إلى ملمح آخر أكبر الصورة طبعا يعني هنا العيون جاحدة جاحدة جدا إذا كانت يعني العيون جاحدة جدا فهذا الشخص يعني كذلك ربما يحسدك خصوصا إذا كانت كبيرة يعني تكون واسعة وجاحدة والعين تحس أن حجمها كبير وليس صغيرة يعني هنا إلى حد ما كبير جاحدة جاحدة يعني أنها تبرز للأمام يعني بارزة للأمام وحجمها يكون كبير وليس صغير أو متوسط فوق المتوسط فهذا الشخص يمكن أن يحسدك عن نوع من الحماس يعني يحسدك فقط لأنه متحمس لما فعلته مثلا أو نوع من الإنبهار يعني فهي يكون لنعتبر هذا الحسد نوع من الحسد الذي ليس يعني بطريقة شريرة اللي نقول لأنه أصلا لا يأخذ الأمور على محمل الجدية فعني بكل بساطة كان هذا فيديو اليوم حاولوا يعني أن تخلصوا من الحسد سوف نقول لكم بعجالة ملامح الشخص الذي فعل ذلك الفعل في الأول وأن لديه حواجب عريضة وكتيفة وحاجب شبه متصل وحاجب شبه متصل ففعلت تلك الفعلة التي ذكرت لكم في البداية فكان هذا فيديو اليوم أراكم في فيديو لاحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته